إحنا عندنا في العلم شيء اسمه إدارة الطبع وإدارة سمات الشخصية حتى لو عندي طبع زي العصبية مثلاً ممكن نديره أو مقطعة كلام المتكلم مثلاً أو الإحساس بأن أنا أعرف أكثر من المتكلم أن أنا أبقى شخص وسوقي مثلاً عارف كل حاجة فكل ده ممكن نديره وفيه تطبيق ممكن نشوف مثلاً قوله وتعالى إن الله لا يغيره ما بيقوم حتى يغيره ما بيأنفسه نغير اللي في نفسنا ونفسنا حتى لو فيه طبع الآية بتقول إن الطبع ده تتغير العادة غير الطبع في حياتة إحنا تعودنا عليها وإزاي كأقول لكم أخطر حاجة بيعملها العقل وإحنا مناخدش بأننا عليها إن إحنا بالرب نفسنا إحنا عندنا تربية بتبقى وحشة شوية اللي هي تربية الإنسان على تربيةنا على تعويض العقل مثلاً على سبيل المثال أنا شايف إن الكوباة دي مش ممكن تشيل أشير فيها الجرد لكن أنا ممكن أشير فيها الجرد بأجزاء فيبقى خلاص العقل بيقول ده فما فكرش بأي تفكير إبداعي إن أنا ممكن الكوباة دي أشير فيها وتبقى من قياس لشيء فيه مياه كتير فالعقل يفضل متعود على العادة وما يبتكرش طب ده يعمل فيه يعمل فينا إيه؟ يعمل فينا حاجة وحشة أولاً إن العادات تمنعنا بشكل واضح من التقبل عندنا عادات والعادات بتتكرر فما نقدرش نتعامل مع بعض بشيء فيه تقبل فزي نعالج بقى الحياة المكررة دي لازم إحنا ننظر لها بشكل مختلف وفيه فرق ما بين حرص الشخص أو شوف بقى الإنسان عنده عادات لو تعملت أنا معاهم العادات بتاعته بشكل مختلف يتغير زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع العادات برد الناس بشكل مختلف زي مثلا إيه اللي نغيره من عاداتنا عشان يخلينا ما نقعشف لغلط فيه كلمة شوية بتدايقني قوي وأرجو أن احنا نشيلها من قمصنا وإحنا نتعامل مع الأزواج والزوجات كلمة التنازل أنا مش هقدم تنازلات في الزواج تعالوا نبص للتنازل على حياة تانية مفيش حياة سمعة ما بين الزوج وزوجته تنازل مش معنى كده أنه مفيش إهانة لا فيه ممكن يكون فيه إهانات لكن اللي بيقدمه الزوجة أو بتقدمه الزوجة زي رسول الله لما بيقدم أنه هو بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وهو مش فاضي أنه حضرة النبي يخصف نع له أو يرفق سوه هو بيتنازل من أنه هو بيتنازل كده من مشاغله لا 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 دي مش تنازلات ده اسمها ما يقدمه شريك الحياة لكي يديم الله السعادة بينه وبين شريك حياته ما اسموش تنازل ده يعني أنت لما تساعد في البيت ولا لما تعمل حاجة ده مش مش تنازل ده اسمه بناء جسول المحبة أنت بنبني حياة سعيدة بينك وبين زوجتك وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن احنا نسمي في الجواز على فكرة ما كانش قصده بس لازم نفهم حديث الرسول الله بالاتساع قال سيأتي زمان على أمتي يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها حضرت النبي هنا ما كانش قصده أن الخمر بس اللي يتم استحلالها بأن احنا نسميها مشروبات روحية مثلا لو قصده أن احنا هنيجي لحاجات حلوة نسميها بأسماء وحشة فنتركها وهنيجي لأشياء وحشة نسميها بأسماء حلوة وإيه اللي حاصل ونحبها منها مثلا أن احنا نسمي الديمومة وما يفعله الإنسان للعلاقة الحسنة بينه وبين شركة حياته يسميها تنازلات ما أن احنا بنعملها مع الأصدقاء وبنعملها اللي هو التغاضي والبزل وتقديم معاني الودة والمحبة وما تقضيه العشرة الحسنة بنعمله لكن هنا نسميه تنازلات أنا تنزلت كتير لا ما تنزلتش أنا بنيت لسول كتير من المحبة وعشان ربينا سبحانه وتعالى ما خلقش بني آدم ما خلقش لغاية دلوقتي بني آدم لغاية دلوقتي اللي احنا شايفين وأنا أتكلمها لحد علمي ما فيش بني آدم مالوش مفتاح حتى الناس الصعبين حتى الناس الصعبين وعشان كده أقول لكم مثلا الناس الصعبين ما احنا عايزين نعمل مفتاح عشان نتقبل بعض في واحد صعب واحد يقول لي أنا جوزي صعب واحد يقول لي أنا جوزي صعب كتير بتجي يقول واحد يقول لي أنا الله زوجتي صعب ومش عارفة تقبلها هقول له فيه خمس مفاتيح للناس الصعبين أول مفتاح التأدير أداره أداره ما تخافش من إنه يتمادى أقولك التعبير اللي بيقوله أداره ما تخافش إنه هي لو هي أداره ما تخافش إنه هي تركب وتبقى إنت جوز الست أدارها أدارها تحس إنه هي أنثى ولما تحس إنه هي أنثى تلين غريب أوي سنة ربنا في الخلق دي أدارها أداريه وما تخافش مش هيبقى طاغي عليك لما تقدريه هيحس بإنه عنده مسئولية نحوك إنه يحتويك إيه ده ده عين اللي احنا عايزينه وعشان كده التأدير ده حاجة مهمة جدا ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في التأدير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس منازلهم وكان الرسول الله يحسن الحسن ويتغاضى عن القبيح أدر أدر الناس وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي ممكن يخلينا ندخل في قولي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شان فهو عارف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن ده صعب وبيقول إن فيه صعب حد ممكن يستحمله لكن لما بيفتح قلبه بإنه يقوله أنا بحبك أو إن أنا عايز إن حدي يساعد فعلى طول التأدير ده أو إنك إنت عندك شيء جميل وممكن على ده نفهم إزاي حضرت النبي تجنب سموم وأخرج تجنب سموم عبد الله بن أبي بن سلون وأخرج أحلى ما في السيدة عائشة من أحب الناس إليك قال عائشة الله فأخرج ما في السيدة عائشة أخرج أجمل ما في السيدة عائشة أخرج إيه أخرج حرصع على العلم فباقت تنشر العلم مما بين الصحابة كلهم